اليوم في هذا الفيديو سأتكلم عن بعض الكلمات الموجودة في الدرجة المغربية والتي أصلها أمازيغي وتستعمل في اللغة الأمازيغية العديد من الكلمات الموجودة وهي الدرجة أصلا بناءها اللغوي هو بناء أمازيغي العديد المصطلحات فيها هي أمازيغية طبعا فيما بعد يعني أضفت إلىها عديد الكلمات من أعدة لغات العربية الفرنسية الإسبانية ولا غير ذلك نبدأ كلمة أولى مثلا لدينا كلمة تمارة بالدرجة المغربية نقوله تمارة نقوله تمارة تمارة أصلها تمارة في الأمازيغية نقول تمارة تنطق في هذا الشكل هذا تمارة وفي فرنسي تمارة تمارة في الدرجة تمارة تمارة أصلها تمارة كلمة أخرى ومستعملة كثيرا في الدرجة المغربية نقوله الموش القط لوشا لوشا والودي والابل الموش نقوله للقطة الموش الموش وأصل كلمة الموش هو موش موش بالأمازيغية موش كلمة الموش موش موش في الأمازيغية ورقة هاد الموش هي أصل كلمة الموش الموش والمشوش طبعا جمعة موش بالأمازيغية هو يموشين كلمة الموش يمكنك تقوله الموشوش يموشين يمكنك تقوله تمشيت لغاية ذلك كلمة أخرى يمكنك تقوله الخدمة الخدمة هو السكين الكوتو بالفرنسية الفرنسية بالأمازيغية أخدمي 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 نقوله أخدمي أو نقدم كل عهد الأهدي نقوله مباشرة أخدمي نقوله أخدمي 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 بحلقة نتقوه هكذا أخدمي طبعا هنا نتقوه هكذا كتاب أخدمي 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 هيا أخدمي الخدمة نقوله بدرجة الخدمة الأصل أخدمي كلمة أخرى نقوله بدرجة نقوله تهلا 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 أصلا أخدمي تهلا نقوله تهلا 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 من الفرنسي أو تهلا 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 أصل الحريرة الكلمة تهلا 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 نقوله في الدرجة نقوله سيحضي 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 الباب سيحضي 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 اصلها يحضي 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 تهلا يحضي عدد يحضي ليس يحضي ويحضي يحضي 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 بإعلام ونقوم بشرة يحضع للمهتمين بالأحرف التفناغ كلمة أخرى كلمة أخرى لا نقوم بأسفر إفرفر إفرفر يعني يطير إفرفر أصلها إفرفر الآن نقول إفرفر إفر إفرفر تنطق إفرفر وباللاتينية إفرفر إفرفر يطير إفرفر يطير بجنحين كلمة أخرى رأي عيط رأي عيط الغاء يعني أنه ينادي عيط عيط يعني ناديه أبل هذه عيط الأصل لها هو إعيض 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 أقول إعيض أولا يمكن أن نخلقها هذه ونكتبها مباشرة إعيض كنت تنطقها 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 إعيض 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 كلمة أخرى كلمة أخرى نقول الخابية بالدرجة في الدرجة المغربية نقول الخابية أصلها تخابيت تخ بيت كنت تقلب هذه تخابيت تخابيت بالدرجة المغربية نحن بـ خابيت تخابيت تخابيت هو أصل كلمة الخابية كلمة أخرى أحيانة أخرى أسمى ألعاب أشياء أسمى أمك أرى أن أرى أن أرأل أخري أرى أن أرى مغربية أن أصبح أمك أصلها أمازيغي ايطرح 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 تنطق ايطرح 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 المغانات مغان يعني يعاند مغان او ايغان 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 او ايغان إغزة أو إغزة أصلها كلمة أمازيغية أصلها كلمة أمازيغية وهي إغزة سنطق إغزة وكلمة أخرى نقول الفكرون السلحفات نقولها بالدرجة المغربية نقولها الفكرون أصلها كلمة مازيغية أصلا نقولها الفكرون هذا تعتقد الفكرون الفكرون نكتفي بهذا القدر من كلمات في فيديو آخر قادم إن شاء الله سأتكلم عن كلمات أخرى موجودة في الدرجة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر